وباراتين دول لسة يلي جاي كتير جدا يا كابت من المجهول فرقة بتلعب مضغوطه عليها وفرقة مبيتعدلهاش البينة التي بتاعها مثلا ولا الكرة بتاعتها ولو جاء عليك الكرة يرجعوها في ثانية ومشبتينها صح مش أساسها فين وشكلها فين في الدنيا كانت عاملة كذلك صح فبالتالي الكلام اللي حضراتي بتقوله ده آه لسه بدري وكل حاجة ولكن في النهاية عندنا مطش يوم الخميس مع النادي المصري مطش مهم ومطش صعب في نفس الوقت مع فريق بيك سبق له 3-4 مطشات ومدير فني كبير كابتن عسام حسن مدير فني عنده نيرف عنده أساس مبدأه أنه ما يخسرش آه لكن لعبت النادي القاري فاهمة يا كابتن إسلام فاهمت بويس قوي الموقف شكله إيه بتتعامل في كل مباراة على حدة عارفة الاسلوب الكل الفرق بتلعبه فأنا بعد المطش يلي فات رحية خلاص يعني سعدك ربنا ما بيحب حد بيوريه له الطريق صح فأعتقد اللعبة عرفت خلاص الطريق مع الجماهير الطريق في الملعب شكله إيه الطريق بإسم النادي الأهلي شكله إيه بإسمهم بشخصيتهم فيا رب يعني المباراة الجاية تبقى بنفس الاسلوب والتعامل من المباراةين اللي فاتوا ذلك يا رب إن شاء الله طيب من الناحية الفنية المباراة اللي جاية مش عايزين نضغط على اللعبة ولكن الحياة مباراة صعبة وكل حاجة ولكن النادي الأهلي طول ما هو كويس وهناك عدلة تحكمية للفريقين للفريقين عدلة تحكمية يعني للنادي الأهلي وللنادي المصري طول الأمر إحنا داخل فينا ضربات جزاء وداخل فينا جوان وإحنا عوضنا وتعدلنا وعملنا يعني إحنا ماشيين في مسيرة طبيعية جدا زي أي فريق في الدور صحيح يعني ما بالنسبة لعبة النادي الأهلي خلاص عرفوا الدرس لازم يجيب جونه ويغطيه بنفع عليك كابتن هو ده هو ده جون البدري وترقص وتاخد واحد وتعدي واثنين وتلاتة وتشوت والضربات السابتة هي أساس نجاحك كل عجب المنعب ينور بعد أول هدف ولو بدري كمان بيفرق كتير بس ثبت التين بقى كابتن باللعبة اللي هي موجودة عندك اللي هي ماشي اللي الكرة معهم هقولها لك أنا بس أنا أكيد أمور واعد حسين الشحان رحمد عبدالقادر وفرود اللي حضارك بتختاره وقفشة تحتيهم وعندك سولية ودينج لغاية لما حمدي ما عرفش موجود ولا لا والأربعة تانيين لا إن شاء الله موجود والأربعة موجودين وحرس الماربع عنك تدي بالقوة الجامدة بتاعتك بعد ما تكسب عمل اللي أنت عايزه هم هم دول أنا بحس فيهم إن هم في أي وقت أي حد من الأسماء اللي أنا قلتها دي خلي بالك هو أنا متخيل إن المباراة اللي جاية قد يكون قد يكون أنا معرفش قد يكون فيها لا بالعكس قد يكون فيها ليه لأنه التثبيت لأنه المسافة طويلة ما بين المطش ده والمطش ده وخدوا يومين أجازة وخدوا يومين أجازة وبتاع فتلاقي اللعبة برضو شاموا نفسهم مرة تانية مع الأداء الحلوة اللي هم عاملينه في المباراتين الأخيرتين أعتقد اللي ده فارئ وخلي بالك ده يرجعك برضو كفريق إن أنت تقعد تفكر بقى كلعيب هو لسه بدري أو يا جماعة ده لسه 23 مباراة الدوري ها لسه بدري على العدد لسه بدري كابت بس في حاجات بتخليك إيه طول ما أنت ماشي كويس أعتقد إن اللي بيحاول يلحق بيك يعني عندك بيراميس مانسان مش بيراميس بتنفسك على الدوري لما بتكسبها وتكسبها ما كسب كويس أوي بتكسبها في كاس ولا بتكسبها في الدوري أو أي حاجة بتفرق كتير جدا خلاص بقى بيقولك الماشي اللي أنا بتمنىه خسرته بتحصل حالة إيه زهد يعني أنا رايح لعب الأهل نهذا ما كسبتش الأهل ما يفشم حاجة مع الأهل صحيح خلاص خلاص ما هو ده أنا مستاني عوض إزاي هو ده اليوم من اللي أنا لقى لقيت الأهلي أكثر شراسة أكثر أداءا نتيجة كمان فبيعمل إحباط لأي حد بيحاول يكون معاك السنة دي وخاصة في الدورة العامية شايف المنافسة أو المواجهة ما بين ذهجت تلك المن accusations